تشهد مختلف مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالاً لافتاً ومتواصلاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم نعم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من مليون ومئتين وأربعة وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة وأربعة وتسعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة أكثر من تسعمائة واثنين وأربعين ألف شخص